في بداية التسعينيات قامت الشرطة الكولومبية بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي بقتل أكبر تاجر مخدرات في العالم بابلو إسكوبار ظن الناس حينها أن تهريب المخدرات أصبح من الماضي لكن ما حصل أنه ظهرت نسخ كثيرة من إسكوبار ابتدعى لوردات المخدرات وسائل أكثر تطورا لإيصال الكوكاين إلى أمريكا وأوروبا والعالم آخرهم الملقد بأوتونيال زعيم عصابة ديل غولفو أي عصابة الخليج اسمه دايرو أنتونيو أوسوغا والمدرج على رأس لائحة مهربين المخدرات المطلوبين في البلاد وفي الولايات المتحدة يمتلك إمبراطورية إجرامية في أدغال كولومبيا رصدت الحكومة الكولومبية 800 ألف دولار أمريكي كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكانه أما أمريكا فرصت خمسة ملايين دولار لمن يدلي بهذه المعلومات ثم نفذت عملية مشتركة للشرطة والجيش مع الولايات المتحدة وبريطانيا الذين كانوا يراقبون عبر الأقمار الصناعية تحركاته قررت مداهمة الكارتيل الذي رأسه أوتونيال بأكثر من خمسمائة من القوات الكولومبية الخاصة واثنتين وعشرين طائرة هولوكوبتر شنت الغارات على تلك المناطق العملية كانت من أنجح العمليات في مدهمة معاقل عصابات المخدرات في تاريخ البلاد أنها بكل بساطة انتهت بالقبض على أوتونيال حيا يرزق ومن دون أي جرح في جسده عمره خمسون عاما هذه اللحظة القبض عليه بما أن القبض عليه كان في مخبئه الريفي شمال غرب كولومبيا بالقرب من الحدود مع بانما وكان يتنقل داخل ثمان دوائر من الأمان حوله دوائر أمنية فكان لابد من نقله بالطائرة فورا إلى بوغوتا العاصمة لن يحاكم في بلاده بل سيتم تسليمه مباشرة إلى الولايات المتحدة فقد وجه إليه القضاء الأمريكي في عام 2009 تهم تهريب الكوكاين وقتل ضباط شرطة وتجنيد أطفال وسيمثل أمام محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك بالنسبة للجنود الكولومبيين المشاركين في هذه العملية هي لحظة تاريخية طبعا فرصة لأخذ السلفيات مع أوتونيال لحظة يمكن أن يقف عليها بالدور المجرم لا يبدو عليه الحزن إنما ينظروا إلى الكاميرا انظروا يريد أن يتصور وعلى وجهه نصف ابتسامة لنستمع إلى تغريدات العرب عندما رأوا هذه الصورة هدى تقول دائما المجرمين واثقين من نفسهم السلفي للتذكير بأنه ما يكمل شهره يطلع ثم تضحك على يقول الظاهر مرتب أموره على الطلعة لأنه يضحك وما خد راحته محمد يقول اتمسك بسبب الطمع لأنه ما دفعش معلوم الشهر اللي فات بكده أصحاب الكيف هيدعوا من قلبهم على اللي خرب مزاجهم ثم يضحك أسامة سلطان بكرة بيطلع ويسجن كل من قام بالعملية من نظرة عينيه شكله بيقول لهم كده مش صح انتو بتلعبوا في عدد عمرك يوم وخارج جينا هي آخر تغريدة تقول هؤلاء حين يلقى القبض عليهم يعيشون ملوكا في زنزاناتهم قبض عليه وهو مبتسم سيتم تعين وخليفة بوقت قياسي إذا لم يكن قدعيا أيضا هناك كثيرون استغربوا من هذه الصورة له وقد ظهر بجزمة مثل جزمة الصيادين المزارعين جزمة نايلون تساءلوا هل كان يشطف الدرج مثلا لا ببساطة هذا الرجل كان هاربا من العدالة في الأدغال الكولومبية الماطرة طبعا لن يلبسه الصباط الإيطالي رئيس كولومبيا احتفل بهذه العملية واسمه إيفيان دوكي اعتبر العملية أكبر ضربة لعصابات تهريب المخدرات في البلاد في هذا القرن وتذكر إسقاط فابلو إسكوبار شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة